التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيد الدكتور نيبوشا ستيفانو بيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على اعتزاز مصر بعلاقتها الراسخة مع جمهورية صربيا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة